ترجمة نانسي قنقر طبعا الزميل يحيى العمر يطلع على أبرز ملامح هذه التوافقات والتفاهمات العميقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم مبدأ رباني بني عليه التجانس والتوافق العميق في العلاقات المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية فجميع منطلقات هذا الترابط الوثيق نبتت مما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من حب وتآخ وتفاهم كبير في مختلف المجالات المواقف السياسية الثابتة لكل البلدين أكدت أسلوبا فريدا للانسجام بين الدول بل ورسخت مفهوم التعاون والتآزر بين الأخوة بعمقه الحقيقي وذلك لكونها ترتكز على أساس تاريخي رصين ومتين أسس له قادة البلدين الشقيقين وفق ثوابت الدين والعروبة والأصالة التي لطالما ميزت هذا التجانس والتقارب بين البلدين وهو ما أسس لقاعدة صلبة من الخبرات المتبادلة والاستراتيجية المتناغمة التي قام عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين والتي تتجسد اليوم بإنجازات عظيمة وازدهار مشهود وطموحات رائدة نالت إعجاب العالم أجمع العلاقات بين المنامة والرياض تشهد قدرا كبيرا من التنسيق الرفيع في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية الهامة التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية التي لطالما حفظت للمملكتين مكانتهم الرفيعة ودورهم الاستراتيجي في الدفاع عن قضايا الأمة وصيانة مصالحها وفي مجال التعاون العسكري شهدت العلاقات قفزات كبيرة جدا وذلك من خلال المناورات والتدريبات المستمرة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية علاوة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية الاستراتيجية والهامة التي جسدت مشاركة مملكة البحرين بقواتها الباسلة وكفاءاتها العالية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية حيث يقاتل الجنود البواسل في قوات التحالف جنبا إلى جنب مع أشقائهم إيمانا منهم بوحدة القضية والمصير المشترك القرب الجغرافي وما يجمع البلدين والشعبين من روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد والنسب خلق أجواء من التناغم الكبير والتقارب الوثيق الذي بات ينعكس بجلاء كبير على قرارات كل البلدين وسياساتهما وتفاهماتهما التي وصلت إلى مراحل متطورة قل نظيرها في المنطقة وهو ما أكدت وتؤكد عليه الزيارات الرسمية المتبادلة بين ملوك وأمراء البلدين الشقيقين على مر التاريخ